وقعت هيئة صندوق العمل لا تمكين مذكرة تفهم مع منظمة رواد الأعمال لتنفيذ برنامج تسارع العمال الذي يهدف لتوسيع نطاق أعمال رواد الأعمال البحرانيين وذلك من خلال تقديم حزمة ومنهجة من الدعم الاستثماري تتناسب مع احتياجات رواد الأعمال البحرانيين للوصول بهم إلى تحقيق مشاريع بحجم يتجاوز المليون دولار أمريكي بحلول نهاية فترة البرنامج التي تستمر لمدة ثلاث سنوات وللحديث أكثر عن هذه الاتفاقية معنا في الأستوديو سيد أصام محمد مدير أول لدعم الأعمال في هيئة صندوق العمل التمكين أرى بك سيد أصام بداية كيف توضح لنا أهمية تطبيق مثل هذه النماذج الرائدة عالميا لدعم المؤسسات ورواد الأعمال طبعا من خلال شراكتنا مع جمعية رواد الأعمال أو EO Entrepreneurs Organization هو أن نخلق ثقافة تبادل الخبرات والحوار بين الجهات المختلفة في القطاع الخاص فأحنا عندنا في ثقافتنا الرشاد والتوجيه بين الأقارب والأصدقاء ونريد أن نوسق هذا النطاق على مستوى القطاع الخاص بالكامل فالشراكة مع الجهات التي لها طابع محلي وخبرات عالمية لتنسيق وتفعيل هذه البرامج يكون لها أثر أكبر في المجتمع المحلي طيب ما هي الآلية التي سوف تعملون بها؟ جمعية EO أو رواد الأعمال هي منظمة عالمية لها أكثر من 150 فرع عالميا في أكثر من 50 دولة فرع البحرين تأسس عام 2004 ولديهم حاليا أربعين عضو في الجمعية ومن شروط التحاق بالجمعية شروط العضوية أن يكون صاحب العمل طبعا هي المعايير نعم في معايير للالتحاق بالجمعية أو للعضوية من هذه المعايير أن يكون الفرد صاحب عمل يترأس مؤسسة لا تقل أرباحها أو العوائد السنوية عن المليون دولار أو 370 دينار بحريني والهدف من برنامج تسارع الأعمال هو أن نأخذ المؤسسات النشطة التي لديها خبرة في السوق ونطمح أن نرفع إراداتهم السنوية من 250 ألف دولار تقريبا أو ما يعادل 100 ألف دينار إلى 370 ألف دينار في فترة الثلاث سنين التي هي فترة البرنامج طيب لو تطرقنا إلى طموحاتكم من هذه الاتفاقية أو هاي الهدف طبعا عندنا طموحات عديدة تتماشى مع أهداف تمكين فيه يبكي دراسات عديدة قاموا بها منظمات مثل مؤسسة موغلي التي طبقت برامج توجيه عديدة في المنطقة لأكثر من ثمان دول في المنطقة وبينت هذه الدراسة أنه فيه أثر ملحوظ بالنسبة لبرامج التوجيه والمردود من الاستثمار الوقت في برامج التوجيه وهذا يمكن المردود ينعكس مع تمكين بحيث أهدافنا من هذا البرنامج أولا نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص للعمل للبحرينيين طبعا هو بالدرجة الأولى يكون نعم على مستوى الاقتصاد الوطني فنخلق فرص عمل جديد للبحرينيين ونحافظ على فرص العمل المتواجدة حاليا ثانيا على صعيد المؤسسات نساهم في نمو المؤسسات واستدامتها ونجاحها يمكن محليا وحتى أقليميا وثالثا يمكن على صعيد رائد العمل أو الأفراد بحيث ننمي القدرات والمهارات القيادية في أصحاب المؤسسات بالبحرين لأن هذا يساهم مباشرة في نجاح المؤسسات طبعا نحن بدورنا سنساهم في دفع تكلفة الاتحاق بالبرنامج وهناك ستكون متابعة ومراقبة على أداء المؤسسات في هذا البرنامج نعم سيد عصام حماد مدير أول الدعم للأعمال في هيئة صندوق العمل لتمكين شكرا لتواجدك معنا شكرا لكم شكرا